السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جيدا على قناة كامل يا شانج لأنكم تكونوا صحة جيدة ويلقاكم فيديو اليوم في أحسن الأحوال فبنسبة للوصفة اليوم فهي عبارة عن حلوة جدا رائعة فقط بالنسبة كأس من الزيت وبيضة واحدة كانت تحصلوا على أكثر من 120 حبة من الحلوة فكفيما اشترها كتجي رائعة في شكل ديلا بدون طابع أيضا وكتجيه الشيشة بزاف كتجيه رائعة في المدق وفي علان جد اقتصادية غادي تشوفوا المقادر ديلا غادي يجيكم في المتناول فكنتمنى وصفة اليوم بناس تحسن ديلكم فإذا كنتوا مازالين جدادين معي في القناة لا تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك صابوني أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش هكذا تصلوا بجديد الوصفات فنخليكم تكتشفوا معي المقادر وطريقة ديلا تحضر فإذا بالنسبة للمكونات فهذه هما المكونات اللي غادي نستعملوا في هذه الحلوة فقط أنا غادي نقدم لكم المكونات مع طريقة ديلا تحضير في نفس الوقت باش هكذا نختصره في الوقت وما يجيناش الفيديو طويل فأول حاجة كنحتاجه 250 قرام من الزبدة الزبدة المارغاري فبالنسبة للزبدة اللي عندي فكانت في الثلاجة كانت بردة بزاف لذلك حاولت أنني نحكها في الحكاكة هكذا باش هكا تسهل علي أنني ندخل في هالسكر فإذا كانت عندكم تومة بدرجة حرارة المطبخ فأخدموا بها غير هكذا فبعد ما حكيت الزبدة كاملة كنتجينا على هاد الشكل هادا فكنضيف لها كأس من سكر الخاشين أو سانيدة فبالنسبة القياسات ديلا الكأس فاقع القياسات اللي غادي نستعمل معاكم فهد الحلوة هدي فهما بقياس كأس العنبة فكنحاول أني ندخل هاداك السكر في الزبدة حتى كيتجانس لي مع الزبدة وكيدخل لي السكر فيها وكيولي على شكل بوماد عاد كندوز باش نضيف قبصة ديلا الملح وكنضيف ليها سكر بانيلا من وزن سبعة قرم كنخلط هاد المكونات جيدا وكندخلهم في الزبدة كيولي خلط علي هاد الشكل هادا وكنضيف نصف كأس بين الزيت فقط كندخل هاداك الزيت مع الزبدة ايضا فكيفما كاتشوفو احنا كنزيدو المكونات في الزبدة كنشوفو بانا ديك الزبدة يضاعف لنا الحجم ديلا فكن بعد ما دخلت هاداك الزيت فوست الزبدة كيولي الخالط ديلا على هاد الشكل فغادي ندوز هنا باش نضيف بيضة واحدة بنسبة البيضة فكنت كبيرة إلا كان عندكم البيض صغير فاستعملوه جوج بيضات فكندخل هاداك البيضة فوست الزبدة فكيفما شتوفو فالطريقة الجيد سهلة ديلاد الحلوه هادا هنا غادي ندوز نضيف دقيق دفوعات وغادي نضيف ملعقة كبيرة من بودرة كريم باسيسير يمكن لكم تعودوها بملعقة كبيرة من ناشا فإذا كنت ممتوفرش لا بودرة كريم باسيسير ولا ناشا عندكم فطة فيمكن لكم استغنوه لها فبالنسبة للدقيق أنا استعملت في هذه الحلوه هادي خمسة دي الكؤوس ونص وقياس كأس العنبه من الدقيق الابيض فبالنسبة للدقيق فكيختلف من نوعية الأخرى لذلك فحاولو تبدو تضيفو غيب شوية بشوية بشوية باش هكا تحصلو على الخالط ليكون ما ناشفش نتقاو نضيفو غيب شوية بشوية بشوية حتى كنت أحصلو على واحد العجينة اللي كتكون لينا وكتكون نرتبة لذلك نتقاو نضيفو غيب شوية بشوية بشوية بش هكا ما نشفوش العجين دينا فبالنسبة للعجين دينا هادي الحلوه دي ركيكون على هاد الشكل هادا فهنايا غادي ناخد هاد العجين غادي نسرحو شوية وغادي نقسموه للنصفين وغادي نغطيها بالكيس بلاستيكي أو بلاستيك الغدائي وغادي ندخلوا لتلاجة غيبين ما وجدت الحشوة باش غادي نعمروا هاد الحلوة دي فبالنسبة للحشوة فغادي تعجبكم لانها زوينة بزاف وكتجي الديدة الديدة بزاف وهاد الحلوة دي البناترها كتجي شيشا وانا متأكد ايلا جربتها غادي تنرسي حسان ديالكم فدبا غادي ندوزو نوجدو الحشوة فبالنسبة للحشوة كنحتاجوا لجوش كسان من قياس كأس العنبا ديال الكاوكاو اللي محمر ومهرمج وغادي نحتاجوا لكأس من البيسكوي الشاي مطحون فبالنسبة للبيسكوي فانا استعملت هاد البيسكوي هادا هادا النوعية يمكن لكم تستعملوا اي بيسكوي ما كيحتويش على الشوكولاتة طحنوه وتستعملوا كأس الى بغايت وتضبلوا الكيميا ديال هاد الحلوة اللي استعملت فضبلوا من الحشوة هنا يا غادي نستعمل اه ربعة ديال المعالق ديال جوز الهند او الكوك فبالنسبة للكوك فهاد الحشوة هادا ركيجي اه رائع الى جربته غادي نستحسن ديالكم كيتواتا مع مدق ديال الكوكاو والبيسكوي فهدي هي الحشوة كان خلط جيدة المكونات وكان بقى نجمعها بالعسل الى ما متوفرش عندكم العسل فيمكن لكم جمعها بنيسلي كاراميل او لنيسلي فاني يمكن لكم جمعها ايضا بشوكولات فصافي هناك نجمع الحشوة كاملة على هادي الشكل هادا وكان بقى نضيف العسل دفوعات حتى كنتحصل على واحد العجينة اللي كتكون كتجمع ليه في الوسط ديالي يدي فبالنسبة لهادي الحشوة دي فانا استعملت فيها كأس من العسل فقط كنجمعها هاكا كيفما اشترها بدت كتجمع ليه في الدية وكتكور فصافي غادي نجمعه نخليها جانبا ونخرج العجينة ديالي من تلاجة فهنايا خرجت العجين من تلاجة وضعت عليه بلاستيكا من تحت وبلستيكا من الفوق باش هاكا ما يلسقش ليه وكان بقى نطلقه بحل كي نطلق عجينة ديالي كنحاول ان ينطلقها على السمك ليكون شوية رقيق ما تكون شغليظة كيكون على هاد الشكل هادا السمك ديالا باش ما تجينا شغليظة لان هاد الحشوة هادي كتنفخ إذا دخلناها الفور لذلك نحاول نرقو العجين فهنايا كنناخد الحشوة كنوضع على شكل كنكور هاكا على شكل حربول كنوضعها على هاد الشكل كنحاول ان ينقدها مزيان وكنلف عليها العجين ديالي الحلوة فرا هاكا تجيسة هلا جدا كنحاول ان ينتبتها هاكا الجوانب كنتبتها هاكا ببلاستيكا باش هاكا ما كنعوش لها الشكل ديالا كنناخد من بعد السيكين فكنقطعها باش يتكون لي حربول واحد من الحلوة فكيتكون لي على هاد الشكل هادا وكنجرول عندي هاكا وكنعود نفس الطريقة ديال الحربول ديال الحشوة كندير حراب له هاكا ديال الحشوة كنحطهم في الوسط وكندور عليهم العجين فالطريقة مضحة جدا في الفيديو فكيف ماشتوا هاد الحلوة راه ها سهلة جدا ولكن راكا تعطينا اكتر من 120 حبة لاناني انا كبرت الحلوة ديالي الى بغيتها تعطيكم اكتر من 120 فغادي تصغروا هاد الحراب لهادو فهنا يكنتبتها هاكا الجوانب على هاد الشكل هادا وغادي ندوز باش نقطع هاد الحلوة فهنا يكنناخد سيكين وكننحاول ان نقطع على هاد الشكل كنناخد القياسات بقياس الاول اللي قلي قطعت فبالنسبة لقياسات انتو ما غادي تشوفوش بغيتوها كبيرة او لا صغيرة فانا هنا يف الفيديو حاولت انا ندير معكم الشكلين بجوج بدت شوية كبير وشوية صغير باش هاكا نشوف الشكل ديال هاكي غادي جيو ولكن من الاحسن انكم تصغروا لان الصغيرين جواوا رائعين في المنظر ديلهم فهنا هي كنستمر بنفس الطريقة كنقطع على هاد الشكل هادا فهاد الحلوة هادي كتهنينا من اننا نقوم نقلبوه على الطابع او للقطاع اللي ها نقطعو بها فقط كنشكلوه حري بلت وكتكون على شكل السيجارات فكنحاول هنا نقدلهم الحجم ديالهم لانهم كيف ما حطيناهم في الطاوة غادي يطيبو لنا خاص نقدهم باش ما يطيبوش لنا عوجين فهنا غادي ندخلهم الفورن اللي يكون سخون نطيبوهم من الفوق والتحت غاكي يتحمرونا شوية وكننخرجوهم فهي ما كتاخدش وقت كبير في الطيب دي غايا كتطيب فهنايا بالنسبة للتزين عندي العسل وعندي الكوك محمر فغاديي ندهن هادي الحلوة كاملة بالعسل وغاديي نفندها في الكوك محمر فبالنسبة للتزين فكي بقى على حسب الدوق ديركم يمكن ديرو شوكولة فيرميسين او لاد ديرو شوية ديالكوكو ومهرمش فكي تبقى على حسب الدوق ديركم هنا يكند هنا كاملة بالعسل وكنفندها في الكوك محمر فبنطل هذا الكوك محمر فكيجي رائع في التزين فكيبقى هذا والشكل دير هادي التزين فبالنسبة لي انا حاولت ندير لها كخطط بالشوكولاتة من الفوق فكيجي زبرينا تيقوني الى جررتوها فغادي تعجبكم وكتجي اقتصاد دي وكتعطاكي ميال اللي كبيرة اعطاتني انا هاد العجين هادي دي اعطاتني 120 حبة وانا كيفما قلت لكم راني كبرت النصف دي العجينة درت السيقارة اللي هو مكبر فكانت هدي هي وصفتنا دي اليوم رها كتجي لليده جزاف كتجي هي الشيشة وكتجي رائعة في المنظر ديلا وايضا كتجي رائعة في المدق ديلا بدي كل حشوة اللي كتجي لليده لليده بزاف فكانت منا وصفتنا دي اليوم تنلسي حسان ديلكم فكيف ماشتو كانت وصفة جد اقتصادية سهلة في تحضير وما كنتاخدش معنا وقت كبير حضرناها بمكونات جد بسات فكانت من الفيديو دي اليوم يعجبكم فاذا يعجبكم ما تنسوش انكم تخليوا لي تعليق وتخليوا لي لايك باش نعرفوش هكا الوصفة دي اليوم ما عجبتكم ولا لا ما تنسوش انكم ايضا تنضموا القناة بالضغط على زر الاشتراك صابوني او سبسكريب وتفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم جديد الوصفات فنتلقى ان شاء الله مع وصفات قنديمة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة